تعلمتم في فيديو الضوء والأثير المضيء وفيديو رصد رياح الأثير أن أغلب الموجات التي لاحظها الإنسان في الطبيعة مثل موجات الماء والموجات الصوتية وموجة حبل متحرك كانت عبارة عن اضطرابات تنتقل عبر وسط ولأن الضوء يسدق سلوك الأمواج ساد الإفتراض أن الضوء نفسه هو اضطراب ينتقل عبر وسط ماء حتى لو صعب رصد ذلك الوسط لذلك افترض العلماء وجود وسط وسموه بالأثير المضيء كانت تهدف الكثير من الدراسات في علم الفيزياء في القرن التاسع عشر إلى إثبات وجود ذلك الأثير المضيء ولمعرفة السرعة المتجهة للأرض بالنسبة إلى هذا الأثير لكن ما السبب الذي دفع العلماء إلى التيقن من وجود سرعة متجهة للأرض بالنسبة إلى هذا الأثير؟ في الفيديو السابق رصد رياح الأثير قلنا أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس بسرعة كبيرة وأن المجموعة الشمسية أيضا تدور حول مركز المجرة بسرعة أكبر وأن المجرة نفسها قد تكون متحركة أيضا فإذا كان الأثير هو مناطي الإسناد المطلق ستتحرك الأرض بالنسبة إليه وبما أن الأرض تتحرك بالنسبة إليه بإمكانكم أن تقيسوا سرعة الضوء في أكثر من اتجاه وتلاحظ ما إذا كان الضوء يتحرك في اتجاه معين بشكل أسرع من تحركه في الاتجاهات الأخرى فإذا كان كذلك يصبح بإمكانكم أن تثبتوا وجود الأثير وأن تقيسوا السرعة المتجهة للأرض بالنسبة إلى الأثير ولكن في القرن التاسع عشر لم يملك العلماء أدوات قياس دقيقة بشكل كاف لقياس سرعة الضوء أو مقدار التغير في سرعة الضوء نتيجة تأثره برياح الأثير ومن أولى التجارب التي أثارت الشكوك حول وجود الأثير هي تجربة ميكلسون ومورلي لم يكن من الممكن حساب سرعة الضوء بدقة كافية لمعرفة ما إذا تأثرت برياح الأثير فازدادت سرعة الضوء أو قلت ولهذا سأشرح لكم ما فعله ميكلسون ومورلي بشكل بسيط جدا هذا مصدر ضوء وهذا المصدر يرسل الضوء في هذا الاتجاه وتوجد هنا مرآة نصف عاكسة تسمح فقط لنصف كمية الضوء بالعبور من خلالها وتعكس النصف الآخر هذه هي المرآة نصف كمية الضوء تنعكس بهذا الشكل والنصف الآخر يعبر بهذا الشكل وما فعله ميكلسون ومورلي هو أنهم قسموا الشعاع الضوء إلى نصفين بعدها وضعوا مرايا إضافية على أبعاد متساوية وقاموا بعكس هذين الشعاعين أيضا هذا الشعاع سينعكس عائدا إلى الوراء بهذا الشكل ويعبر المرآة نصف العاكسة وهذا الشعاع سينعكس عائدا إلى الخلف أيضا وجزء منه يعبر المرآة نصف العاكسة في هذا الاتجاه وهنا يمكنكم التحقق من النتيجة باستخدام كاشف ربما تتساءلون لماذا قمنا بشيء كهذا ماذا نستفيد عندما نقسم شعاعا ضوئيا ونعكس الأشياء الناتجة باتجاهات مختلفة ومن ثم نعيد تجميعها مرة أخرى قوموا بنفس التجربة لكن افترضوا أن هناك أثير مضيء في هذه الحالة موجات الضوء التي تتحرك بشكل متعامد على بعضها البعض ستمتلك كل واحدة منها سرعة متجهة مختلفة عن الموجة الأخرى فإذا افترضتم أن رياح الأثير تتجه إلى الأعلى وتحركت موجات الضوء بهذا الاتجاه أي مع اتجاه الأثير ستكون أسرع بينما لو تحركت بالاتجاه المقابل أي إلى الأسفل عكس الأثير ستكون أبطأ ولهذا قام ميكلسون ومورلي بتصميم وضبط هذا النظام بحيث إذا انعكست هذه الأشعة وتجمعت مع بعضها مجددا يحصلون على أنماط أساسية للتداخل وذلك في حال عدم وجود الأثير ولكن ما المقصود بأنماط التداخل؟ إذا كانت الموجة المنعكسة من هنا باتجاه الأسفل موجة طولية كهذه وموجة الضوء القادم من الجهة الأخرى والتي تنعكس بهذا الاتجاه هي موجة طولية أخرى بهذا الشكل عندما تتقاطع الموجتان تتداخلان مع بعضهما البعض تداخلا إما بناءا أو هداما واعتمادا على سرعة كل من هذه الموجات أو المسافة التي قطعتها الموجات تحصلون على مستويات تداخل مختلفة تجربة ميكلسون ومورلي وضحت أنه مهما غيرتم وجهة هذا النظام سواء في الاتجاه الأفقي أو الرأسي أو حتى لو أجريتم التجربة في أوقات مختلفة من السنة تحصلون على نمط التداخل نفسه أي أن نمط التداخل لم يتغير ولأن نمط التداخل لم يتغير استنتج ميكلسون ومورلي أن الأثير لم يكن له أي تأثير على سرعة موجات الضوء هذه التجربة كما يسميها البعض هي واحدة من أشهر التجارب الفاشلة في الفيزياء لكن هذا هو مكمن قوتها فمع أنها فشلت إلا أنها أثارت الشكوك حول وجود الأثير المضيء فقد يكون الضوء قادرا على الانتشار في الفراغ دون الحاجة إلى مناط إسناد ثابت مثل الأثير المضيء هذه التجربة كانت واحدة من العديد من التجارب التي أثارت الشكوك حول الأثير المضيء وبعد فشل التجربة حاول بعض الناس تفسير الأمر بأشكال مختلفة لا تنفي وجود الأثير مثل احتمال تقلص الطول باتجاه الحركة أو تأثر أمور أخرى أثناء التجربة ومع ذلك فهذه التجربة مهمة جدا في الفيزياء لأنها كما قلنا لم تثر الشكوك حول وجود الأثير المضيء فحسب بل حول إمكانية انتقال الضوء عبر الفراغ بسرعة متجهة ثابتة من خلال جميع مناطات الإسناد وليس مناط إسناد واحد فقط وهذا ما سنتكلم عنه في فيديوهات قادمة شكرا